حملة أمنية جديدة أطلقتها غرفة عمليات عزم شمالية حلب مستهدفة تجار المخدرات ومروجيه في المنطقة استمرت ثلاثة أيام حتى أعلنت عن نتائجها واستطاعت إلقاء القبض على المطلوبين الحملة الأخيرة بدأت في مدينة عزاز أعلن عنها الفيلق الثالث في عزم الذي أكد بأن الحملة ستنفذ وستستهدف جميع التجار من دون النظر لتبعيتهم ومكانتهم وهنا يبدو أنها تشير إلى عدم الاكتراث بالتجار المحميين من قبل الفصائل العسكرية في المنطقة بعد تنفيذ العملية الأمنية أظهرت عزم تفاصيلها إذ أكدت إلقاء القبض على تسعة أشخاص من كبار العاملين في تجارة المخدرات ونشرها في المنطقة بالإضافة إلى كشفها معملا سريا جديدا وضبطها لستين كيلو جراما من المواد المخدرة مشيرة إلى استمرار تحركها الأمني حتى القضاء على جميع الأشخاص المتورطين غرفة عمليات عزم أكدت بأن حملة عزاز الأمنية هي امتداد لتحركات سابقة نجحت فيها بضبط 140 ألف حبة كابتاجون ومليون أخرى تم حرقها وإطلافها يقول عدد من الهالئين تحركات الأمنية ليقاف نشاط تجار المخدرات والخلايا النائمة بطيئة وتكاد تكون محدودة من دون الوصول إلى المحركين الأساسيين بالإضافة إلى غياب دور الحكومة المؤقتة في محاسبة الفاسدين على حد وصفهم وضبط المنطقة عسكريا خاصة بعد غياب دورها في قضية فصل سليمان شاه وعدم تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بمحاسبة قادته حتى ظهرت بصورة مختلفة في أثناء زيارتها للقادة العسكريين ومن بينهم المطالبة بمحاسبتهم لتبدو كأنها بعيدة عن الواقع تغوص من دون مشروع ينقذ المنطقة وأهلها كما يعبر السكان